أنا بالنسبة لي بقى الفيلم ده هاجر الإبياري لما كتبته وجابتلي الفيلم أنا عجبتني الشخصية جداً والجديد اللي فيها كمان رغم أنه التعامل معها الكفيف اتعمل في أفلام كتير بس هنا هو كان بيحترم قدراتها الخاصة اللي هي أن هي كونها كانت رياضية قبل كده وبطلة أوليمبيكس وكذا فهي قادرة على أنها تحقق المسافات وتعرف المسافات بودنها وبلمسها وباتجاه الهوى وبالحاجات دي كلها وأستاذ وقل قاعد اشتغل على التفاصيل دي بدقة شديدة يعني ما فيش حاجة في الفيلم فيها ما تتصدقش هو الحاجات تبان أكشن وبتاع لكن هي الحقيقة أنه الشخصية دي قدراتها تسمح لها بكده لأنها قردي كانت كده قبل ما تصب الحادث الحاجة التانية أنه فكرة الدفاع عن الوطن أو البيت أو العرض يعني الأرض الأرض والعرض زي ما قلنا في الفيلم كانت فكرة أكيد مسيطرة علينا كلنا فإننا نوظف ده في فيلم بالشكل ده وبالإطار ده ويبقى ده المرال الأصلي بتاعه أنه احنا بندفع عن أرضنا ووطننا وبيتنا اللي لممنا كلنا العزوة والسقف والحماية والأمان وكده وبين أنه فيه ضحك وهلس يعني هولاستيكي طول الفيلم لأننا مجموعة من العط يعني في الآخر إحنا عصابة عبيط يعني أنا أكيد على فكرة أنا كنت بفكر فوق بقولي مرة سألوني في وإحنا بنعمل روموري الموضوع ده بقولي لو ما يسموش عصابة عظيمة بقى اسموا إيه بتقولهم عصابة عبيضة إنه فعلا إحنا كلنا مش وش إغرابي بتاع كده خالص إنما الحقيقة إنه إنه بينجحوا لأن الموطف أو الدافع حقيقي آه حقيقي ده حقيقي فعلا فده ده الميزان الحلو اللي في الفيلم اللي هو عجبتني الفكرة قلت أنا يعني حجازف وأغامر بقى وأخش أعمله لأنه أنا العلاقة بالمكفوفين علاقة قديمة مع صحابي قوي عمار الشريعي وعمر سليم وبالذات عمار يعني كانت أطول مدة فأنا عايشت وعشرت الناس الأصحاب القوة الخارقة دول وشفت منهم حاجات تتحقق بمنتهى السهولة وإحنا ما بنقاش مصدقين فكان طول الوقت العلاقة مع كل زاوي همم هي علاقة بتصدمك بأنهم قادرين إحنا اللي فاهمين إنهما مش قادرين لأن إحنا عبايت طبعا جلت عبايت طبعا متشقين على كده طيب كريم عفيفي أصعب مشاهد أصعب مشاهد كان مشهد الأكشن شوية اللي كان في البدروم ده كان صعب شوية والمشهد الثاني اللي هو المواجهة بينه وبين أمه آه في البلكون اللي قلت لها في الآخر قلت لها أبويا كان حسن شحاتها بالذات بواست المشهد آه بواست المشهد يعني هو ده كان أصعب مشهد لأنه هو بالنسبة لي أهم مشهد في الشخصية في الشخصية يعني هو الفيلم الاتنين لما يوقفوا قدام بعض بقى هيعملوا إيه وهي ردت عليه إزاي فكان مشهد مهم وحلو موسيقى